ايه حكاية الحوت الازرق خبش موانس الحوت الازرق يعني الناس كلها اكيد اتطلعت في الامل فاتت عليها هي لعبة بس التكنولوجيا دورها هنا مش في دور ان حد بيلعب بيها فعليا هي دورها ان هي الاداة اللي بتوصل المراهقين بمنظيم اللعبة يعني نقدر اقول لعبة اللعبة مسابقات مسابقات مش محتاجة حاجة امبليكيشن ولا وابسات متخصصة عشان تعملها هي محتاجة بس وسيلة اتصال بين طرفين حد ويتحكم فيه دماغ الولاد ازاي بقى يعني فين المرحلة دي المرحلة المرحلة النفسية بحت حاجتك لانه هو بدليل انه اللي اخترع اللعبة داوت هو طالب علم نفس فهو التأثير النفس يعني هو غسيل المخ يعني انا دروح اتشبه ده بيه اللي بيستخطبه الولاد الارهاب مثلا هو بس وعنده وسيلة اتصال بيستعمل الموبايل او بيستعمل الكمبيتر عشان يتصل بالضحايا يبدأ بقى واحدة واحدة انه هو يقنعه بمبادئ اللعبة وهي داخل فيها عنصر كبير جدا عنصر التحدي يعني عنصر التحدي انه ناس كتيرة جدا بياخلوا اللعبة عشان يقولوا لا انا هقدر اطلع منها في الوقت انا انا عاوزه مش هنساقل لها طيب وبييجي في مرحلة بيستعصي عليه الخروج بيستعصي عليه انه خلاص منين بقى جات السلطة دي السلطة لو حددك ملاحظ تدرج الخمسين مرحلة بتاعت اللعبة هو في الاول مش بيطلب منه عمل اجرامي في الاول كويس هو بالعكس بتقوله مثلا اسحى الساعة اربعة وعشرين ديئة بالضبط اتفرج على افلام رعب انت شوف اعمل مشاهد او مقربة الى الانتحار يعني اطلع على السطح وقعد ودلد الرجليك مثلا اتشابط اطلع فيه عمود طويل جدا وخليك واقف يعني بقوله انت اولين انت جريء ازاي تمام فهو بيستفز فيه الجرأة ان انا جريء والتاني في دماغه وانا بثبت له ان انا جريء على هذا النمط انت عندك بقى فيه شقين من الناس يعني فيه شق هو فضولي وسيمة عن اللعبة اقول لا انا هجرب وهطلع منها ده شق فضولي كتير جدا عند الناس والشوخ المراهقين بالذات وانا قد التحدي يعني فيبدأ يدخل في التحدي ده يبدأ اتعماله غسيل مخ استدراج وهو ما بيجيش في اول مرحلة يقوله موت نفسك ماشي طيب بعد ده خمسين يوم بيقوله موت نفسك فخمسين يوم ده يقول بقى بيتم فيه غسيل مخ هو موضوع مش موضوع تكنولوجيا ولا موضوع جن بيسخروه هو موضوع استدراج لأطفال او مراهقين في سن صغير قليل لخبرة يعني السن ده عنده قابلية لده مش مونس بسامة ما هو فيه نوعين حضرتك ما انا بقولك فيه نوع الاولاني ده نوع عنده فضول النوع التاني ده هو عنده يأس يعني حاس بفراغ مميت مش شايف حد حواليه من عائلته مش شايف حد من أصحاب منبوز من المجتمع تلاقي فيه طالب مثلا في المدرسة كل الولاد ما بيتكلموش معاه يعني منه فده محطم نفسيا اصلا اه يعني فيه حالات معينة عندها قابلية انها تقع تحت سلطة تازيل مش كل اللي بيلعبوها طبعا هم بيختاروا الناس كمان حالتك اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة